أقوى مغربي في أمريكا و لماذا تتبكي المهم اليوم لا بدأت تحكم معنا شي شوية ولكن هذه قصة واقعية من أحد المغربي عايش في أمريكا و مازال صغير مازال ممجوش لكن عنده القدف السريع هذا القدف السريع يعني تدير قدف السريع المسخوط وهذا القدف السريع تصعوب عجائي و غرائي دبه هو واحد من صغير و عنده فوق ما تيجي دير شي علاقات ما في أمريكا يعني تقدف ضغير تيتعصب المهم يعني يجرب مع الأولى و يجرب مع الثانية مشا عن الطبيب اللي أعطاه شي دوا ما درواله تم في أمريكا و مشا عن الطبيب الثاني قال له دبه هالمشكل فيه و فيه و دبه تعرفه على واحد سيدة أو تانية جديدة المهم نتعرفها لها يعني قال كيران دير و أنا دبه عندي قدف السريع و رانحشم و كذا فوق ما رانجين أسمعها و قال لي خصوصا هما في أمريكان دبه يعني المرأة ما تيعجبها شي زعمها في البلاسة حصى العلاقة ستوقن الساعة و ساعة الله رب حتى يوقع الإلاج مشي في البلاسة هو المشكل دياله يلا تيقص المرأة يعني تيقلف المهم قال لي شنو راندير شنو راندير مشا عن طبيب أو تاني قال له هالمشكل اللي فيه و فيه الاخر اكتب له واحد الباكيتة ديال الفياغرا فيها 30 حبة المهم 30 حبة المهم جات عنده واحد سيدة وتعرف عليها و بقى معها شهر في ذاك الشهر المهم رأي يضرب 90 حبة ديال الفياغرا في شهر واحد يعني تيدير على في شهر 30 تلاتة ديال حبات يعني في النهار الفياغرا قال لي كل ستة تسوية سبعة تسوية تناخد حبة الدكار دياله ديما قايم والسيدة المريكانية أقوى نشاط يعني بحيث كل نهار تيدير ثلاثة أربعة خمسة العلاقات بسميته الدكار دياله ديما قايم والمريكانية المهم تجيب ثلاثة أربعة خمسة نوبات الشهر هو دياله فالنهار وستة نوبات هو يعني السيد ممقابل غير الشيء النكاح والمريكانية عجبها الحال لأنها عمرها مش أفتد العجب هذا من بعد شهر المهم هي ناشطة وضحكانة وفرحانة قال لا قتلوا شوف قتلوا عمره في حياتي ماشي إنسان بحالك أنت مغريبي فيك العجب هو طبعا ما قلاش تيأخذ بها قراء يعني تيأكلها بتخابع كل سبعات سوية تيطحن حبه والدكار دياله ديما قايم الراجل قتلوا أحسن راجل الشتس في الحياة ديهني المغريبي قلت له أنت أطبق الله طلع ديه الإعلام ديه النفع في المريكان ما عندي ما نسلك هو تيقتلوا الضحك تبرت الله عليه المهم يعني من بعض شهر خدها تسعين حبه مشات المهمية مشات وذك شي أو عايت تطلوع أو تاني قتلوا هاشنو كده وبغيت نجي عندك قال لا الله يجعل البركة ما جيش عندك هرتيني وهو دابا يا ما كانش عارفه بأنه تيأخذ ذك الفيهاجراه ثلاثت الحبات الفيهاجراه في النهار يعني راجل مصرفك مصطي واحدة لواحد أخذش يا راجل الفيهاجراه تيأخذها ساعة ساعة وقت تسعين حبات الفيهاجراه في شهر واحد ثلاثت الباكيتات ثلاثت 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 ولكن يا ما عارفهش وجاب لها ربي بأنه يعني قتلوا عامري في حياتي مشتش يعني شي راجل بحال هكا يعني اسميته المهمه واته يضحك يعني راجل بشوش تبقى الله عليه ولكن قوت ما أخذ ذك الفيهاجراه ذك شي صلاة يعني بيهتني مبقاش يعني تدفيد قال لا والله يجريك بخير ما تعودش يعني صافي أنا أنا عين هذالليامات أعطيني التسعة إذن كانت هذه القصة اللولة هذه القوة الجنسية الواحد المغريبي في أمريكا نفس الشخص هو شين هو أخرى أو تاني يعني كانت عنده علاقة مع مراخد أخرى ومازال عزري ومازال شاب مقبل على الزواج إن شاء الله المهمة أو تاني تعرف على شي وحده ومهم هذيك يعني حتوه عنده القدف السريع يعني لم شاقص المرة هي قدف بسرعة هو تقول لشو دماء ما كان العلاقة لأولو أنا ندروه الجنس الفاموي يعني تدير اسقون أبل لو كونيو لانجوس لو كونيو لانجوس لو كونيو لانجوس المهم السيدة تجيب شهوات تجيب جوج نوبات لا تحترى أربع نوبات هي باللسان ديالو الجنس الفاموي واحد السعية يبدأ تبكي يبدأ تبكي وتخلع هو تتعرفه في الامريكان مثلا إلا مشت لمرة الاصدقاء تعليك الباطل اللي يستروا ولا قتله ماذا تتحرش بيها ولا اقتص بيها امشى فيها تماما شو شو بدأ يبكي تزوى قال شنو دلت لك أنا ماذا دلت لك هو الو بدأ يعنقها ويقبلها وذلك شي قتله لا 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 ما تخاش قال لا الله يجزيك بخير ماذا دلت لك تشي حاجة يعني ما ضربتك ما قوتت عليك ما كذا ما تشي حاجة قال له ألف شاتوكي قتله شوف دب أنا مني تتجيني الشهوة ديني مزيلا يعني تتدنبكي وهذا ارتاحه وهو قال الحمد لله الحمد لله أنا رأى الله العظيم ما دلت لك تشي حاجة فقط يعني غير الإنسان بسميته واتخلعته وانتناوديتي تتبكي ومشي تدخلني الحفز ولا شي حاجة على أوله وهي الحمد لله زي ما مني جابت الشهوة دينها تجيب ثلاثة أربعة النوبات هي باللسان دينها والجينس الفماوي يعني لأنه من بعد عاد اسمي لمشاقصات هي قدف بسرعة إذا يعني كانت خلعها وكذا والحمد لله الأمر لست بخير ولكن يقاتله شوف أن تنجيب الشهوة ديني يعني مزيان تنبدا بكي ودعبنتها من أحسن الناس اللي زعمها في الحياة ديني جربت وجهة الشهوة ديني لأنه هو نفس الشخص قصة الأولى يعني تسعين حبت له فيها ثلاثة شعر واحد والقصة الثانية علشة الأمريكانية تتبكي لأنها تتجيب الشهوة ديني لها مزيان فقط يعني باللسان ديني وبالجنس الفاماوي إذن هادو شوش القصص فيهم معاني كثيرة هو إن شاء الله مقبل على الزواج واحنا أنا نعطيه هشي دواء مشي دوية طبعا فقط لأنه عندو ربما يكون عندو قدف سريع رجل بشوش يعني يمتمنى ولو الزواج ديني إن شاء الله ودخل البلاد ديني لغبة شيد زوج وطبعا المرأة المغربية يعني تتكون مشي بحال الأجنبية تتحشم وتصبر له على تيلا كان عندو قدف سريع تقدر تصبر له ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني الأمور أرى تمشي مزيان ومارا يبقاش عندوها المشكي الأحدى ديال القدف السريع إذن تمنى ولو الزواج منبروك إن شاء الله في الأيام المقبلة في المغرب تمنى أنكم فهمتوا هذه الحالة المعاني لها فيها بززاف المعاني لحالة الأولى والحالة الثانية مع نفس الشخص يعني وتشاركونا فيسبوك دكتور بن يشو يوتيوب دكتور بن يشو أنستاغرام دكتور بن يشو وتيك توك أتا دكتور بن يشو موعدونا كل يوم الاثنين على الساعة العشرة بالليلين إن شاء الله تمنى وتشاركونا دائما يوم الاثنين الأسئلة ديلكم تكون في سطر واحد سواء في الطب النفسي سواء في الضيرابات الجنسية في العيد السلوكي المعرفي في مرض السمنة في المخضرات وفي مرض السمنة ومزين تسؤولوا الرجال وإنات لأن الطرابات الجنسية تتعم كل الناس الغاية دينا هو أن نعالج هذه الحالات ونساعدكم إن شاء الله على الزواج وتكون العلاقة الجنسية يعني في النطاق الشرعي الحمد لله إذن هذه كانت رقم الواتساب 064 0033 30 06 64 0033 الواتساب فقط يعني للفحص وليس الاستشارة رقم العيادة في الضر البيضاء 05 22 26 90 52 052 26 90 52 العيادة وجودة في وسط الضر البيضاء قريبة الكرة الأرضية وقريبة المحطة القطار كازابور شكرا لكم موسيقى موسيقى